بينهم لبنانيون ومصريون مشاهير متحولون جنسيا حنان الطويل فنانة كوميدية مصرية الجنسية ونجمة فيلم عسكر في المعسكر ولدت كذكر حمل اسم طارق لكن صفاته منذ سنوات حياته الأولى كانت تميل للأنوثة حتى أنه كان يربي شعره ويميل لاستعمال أدوات التجميل والمكياج الخاص بالفتيات ليتخذ قراره بالإبصاح عن ميوله ومشاعره ويغادر بلده مصر إلى الخارج مجريا عملية التحويل الجنسي ليعود على هيئة أنثى تحمل اسم حنان نور المغربية راقصة من المغرب العربي عرفها الجمهور بخصرها المنحوط ورقصها المثير وعلى الرغم من أنوثتها البارزة إلا أن نور حقيقة كانت رجل اسمه نور الدين الطالبي قبل إجراء عملية التحول الجنسي حتى أن اسمها في الوثائق الرسمية ما زال نور الدين حيث فشلت في الحصول على حكم قضائي لتغييره رغد سلامة ممثلة لبنانية زادت شهرتها بعد ظهورها في فيديو كليب المغني أحمد سعد وعلى الرغم من ملامحها الأنثوية الفاتنة إلا أن شائعات التحول الجنسي طالتها لتدخل رغد في دوامة نقاشات واتهامات كبيرة لم تخرج منها حتى يومنا هذا وقد زادت حدة الأمر بعد ظهور الإعلامية بسمة وهبة متحدثة عن رغد ومؤكدة أنها في الأصل كانت رجلا وكانت قد سبق وأجرت عملية التحول في تايلند مضيفة أنها تملك أدلة موثقة لكلامها آنذاك هايفا ماجيك اشتهرت كمغنية في عدة كليبات ظهرت فيها بمظهر الأنثة الفاتنة وكان قد عرف عنها أنها متحولة أجرت عملية التحول الجنسي وبعدها عشرات عمليات التجميل بهدف التشبه بالفنانة اللبنانية هايفا واهبي وكانت قد انتشرت عدة صور قديمة لشاب نسبتها الجماهير لها قبل التحويل واختلطت الإشاعات حول اسمها الحقيقي ما بين صبحي ورافي نور هشام اسليم ظهر الفنان المصري هشام اسليم قبل رحيله في إحدى اللقاءات المتلفزة متحدثا عن ابنته نور ومصرحا أنها كانت تعاني من خلل هرموني دفعها لإجراء عملية تصحيح جنسي لتصبح لاحقا رجل يحمل اسم نور إلا أن نور خرج لاحقا على حسابه الخاص على انستغرام مؤكدا أنه أجرى عملية تحويل جنسي من أنثى إلى ذكر وليس عملية تصحيح كما أشيعا سابقا بشاير الكويتية ممثلة ومخرجة كويتية أجرت عملية العبور الجنسي والتي تحولت على إثرها من ذكر إلى أنثى حيث أوضحت أن أغلب ملامحها كانت تشير لكونها أنثى إضافة إلى ذلك تصرفاتها وأحاسيسها التي حثتها على ضرورة ذلك التحول أجرت بشاير العملية خارج الكويت وكانت قد تحدثت عن مدى الاضطهاد الذي تعرضت له من بعض الجماهير الذين هاجموها بوصفها شاذة جنسيا روبير أبي نادر مصمم أزياء لبناني وعالمي ولد في الأصل كذكر واستمر على حاله سنوات طويلة محاولا كبت الأحاسيس الأنثوية التي تعيش داخله لكنه قرر فيما بعد الخضوع لعملية العبور الجنسي وتحول إلى إمرأة وكان روبير قد صرح أنه لا علاجة لتلك الحالة ولا يمكن للشخص أن يعيش تحت ضغط تلك المشاعر أو كبتها معبرا عن مدى قساوة الظروف التي حملها والتي دفعته إلى اتخاذ قراره ممثلة ومغنية معروفة ولدت في الأصل بجسدي ذكر حمل اسم جورج يورغنسون وبقيت على حالها حتى بلوغ عامها الرابع والعشرين لتتخذ قرارها بالتحرر من قيودها بحسب تصريحها حيث إنها كانت تشعر وكأنها أنثى سجينة في جسدي رجل وكانت في مقدمة الذين أجروا عملية تحويل جنسي في الدنمارك النجم التركي المعروف بدور التمساح في المساسل التركي الشهير الحفرة فاجأ جمهوره بعد تصريحه بإجراء عملية تحويل جنسي بات على إثرها إمرأة وكان النجم قد ظهر على حسابه الخاص في إنستغرام متحدثا عن حاله بعد التغيير ومؤكدا أنه بات يحب نفسه ويتقبلها أكثر تاليا إيل مودوفا ولدت في الأصل كذكر أمريكي الجنسية لكن ومع بلوغه بات مهووسا بعارضة الأزياء كيم كارديشيان الأمر الذي دفعه لإجراء عملية تحويل جنسي إلى أنثى كانت تلك العملية بداية لرحلة طويلة تضمنت عشرات عمليات التجميل حيث تجاوزت الأموال التي أنفقت عليها حوالي 100 ألف دولار وكان الهدف الأساسي من ورائها هو التشبه بكيم أعرض أزياء ومحام وكاتب ولد كأنثى تحمل اسم سوزان لكنه فيما بعد بات يشعر بعدم الانتماء لجنسه عانى إثر ذلك من الاكتئاب وبات مدمنا على المخدرات ليتخذ أخيرا قراره ويجري عملية التحويل الجنسي من أنثى إلى ذكر حتى بات حاليا واحدا من أشهر المتحولين في العالم بريجيت ماكرون ظهرت العديد من الأخبار التي تؤكد أن بريجيت زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كانت قد ولدت حقيقة كذكر يحمل اسم ميشيل ماكرون إلا أنها لاحقا أجرت عملية التحويل الجنسي وباتت امرأة وعلى الرغم من استياء الأخيرة من تلك الإشاعات ونفيها لها إلا أن العامة والصفحات المهتمة بفضائح المشاهير تستمر بتداول تلك الأخبار بين حين وآخر كارمين كاريرا أعرضة أزياء شغلت الصفحات الأولى من الصحف العالمية ولدت في الأصل كذكر لكنها أجرت عملية العبور الجنسي وتحولت إلى أنثى حيث صرحت لاحقا أنها كانت تشعر بأنثتها المحبوسة داخل جسد ذلك الشاب وكان من الضروري إجراء ذلك التغيير بالنسبة لها كيتلين جينر بطل الأولمبياد العالمي وزوج والدة كيم كارديشيان عشى ما يزيد عن 65 عاما كرجل يحمل اسم بروس جينر تزوج وأنجب العديد من الأولاد إلا أنه قرر إجراء عملية العبور التي جعلته بحال أفضل بحسب تصريحه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر